موسيقى 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 هيا موسيقى 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 هنا بعد كده حيجيب لك هذه الصفحة تحط الإيميل والرقم السري وتسوي تسجيل الدخول بعض الأشخاص حتظهر معهم هذه الصفحة وبعضهم لا هذا إيش نظامها؟ هذا يرسلو لك أرقام سرية على الإيميل تدخل على الإيميل حتلاقي مكتوب كود تسجيل الدخول بالمصادقة التنائية تأخذ الأرقام وتحطها بالمربعات بعد كده تسوي متابعة هيجيب لك هذه الصفحة هذه الصفحة يقول لك أنك تسمح أنك تسوي رفط بين الإيميل والموقع الجديد تضغط على المربع الأزرق ممكن مكتوب عندك بالعربي سماح وإذا جاك إنجليزي مو مشكلة أضغط على المربع الأزرق يعني أنت بتسمح بهذا الربط مو مشكلة هذا الموقع لا تخافوا منه لأنه هذا الموقع الرسمي تبع إيميل بعد كده حيدخل لك على الموقع خلاص الآن وقت المشاهدة هتظهر عندك الجائزة ركزوا في هذا الشي هذه الجائزة القديمة أنا حشرح لكم عن طريق الجائزة القديمة لأن الجائزة الجديدة باقي إلى وقت عشان تطلع معنا تمام؟ طيب أول ما حيدخل حيجيك صفحة المشاهدة وفي اليمين حتظهر لك الجائزة وحيظهر العداد شايفين العداد إش مكتوب؟ 15 من 15 هيجي لك أول شي مو نفس النظام ده حيجيك 1 من 15 أو 3 من 15 يعني العداد لسه شغال فهمتوا كيف؟ 1 من 15 أول شي حيطلع لك 0 من 15 تنتظر حييمشي معاك العداد بالبداية ممكن يكون العداد ما يمشي معاك يعني أنت انتظر 5 دقائق إذا شفت العداد ما اشتغل نهائيا سوي فريش للصفحة تمام؟ شفت العداد اشتغل خلاص سيبه ممكن ما يحسب معاك بالوقت يعني تقعد كل دقيقة وتحسب أنت تقول خلي دقيقة دقيقة أحسبها لا الموقع ممكن يكون بطيء عن الدقائق لكن يحسبها بالجملة يعني مثلا مشي فترة كده يقول لك 5 دقائق 3 دقائق فهمتوا؟ تمام طيب إذا مثلا شفت انتظرت 5 دقائق وما مشي العداد نهائيا فحاول تغير المتصفح شف لك متصفح تاني وغيره ليه لأنه يكون المتصفح ده بعض لحيان فيه مشاكل في المتصفح فيسبب لك مشاكل ماشي؟ طيب مجرد انه العدادة خلاص خلاص طلع 15 من 15 بعد كده عندك المربع الأخضر شايف انه؟ هذا المربع الأخضر انت كده بتستلم الجائزة ضروري تستلمها تمام؟ مجرد انك انت ضغط على المربع الأخضر حيظهر لك نفس النظام ده انك انت استلمت الجائزة خلاص تدخل لعبة فورتنايت تحصل الجائزة أمامك طيب اذا انت سويت الحركة هذه دخلت لعبة فورتنايت وما حصلت الجائزة هذا دليل على شيء واحد انك انت منت رابط الابيك جيمز بالسوني ضروري تربط الابيك جيمز بالسوني عشان تقدر تحصل على الجوائز في لعبة فورتنايت تمام؟ طيب اني ما ربط الحساب او ما يعرف ربط الحساب احط لكم رابط أسفل الفيديو في الرابط هذا فيه مقطع سابق ليا فيه كل شي تتمنى كيف تفتح ايميل كيف تفتح حساب في السوني في الايبك جيمز كيف تربط الحساب والمصادقة التنائية والتويتش وكل شيء يمسوي على أجزاء تمام؟ طيب بعض الناس عندهم مشاكل في الحساب يعني بعض الاحيان يكون عندك السوني مربوط في ايبك ثاني في عندك هذه المشاكل فخلاص طلنش الجائزة تمام؟ لأنه ما لاحل تاني يعني مثلا عندك السوني مربوط في ايبك ثاني تيجي تربطه في الايبك تبعك يقول لك مستخدم بالفعل يعني مربوط في ايبك ثاني فخلاص طلنش الموضوع تمام؟ طيب هذه الطريقة عن طريقة البي سي لاحظوا معايا الآن هذه عن طريقة الجوال فعن طريقة البي سي حتكون الجائزة في اليمين واستلام الجائزة عن طريقة اليمين اما في الجوال حيكون تحت شايفين؟ عندك العداد تحت الصورة تحت والمربع الأخضر قدامك تمام؟ طيب عندنا الجائزة الشاشة التحميل حيكون موعدة يوم خمسة وستة أغسطس يوم السبت اليوم حنا سبت خمسة أغسطس ممكن الجائزة حتكون نفس الجائزة الساوكة الساعة ثمانية مساءاً حيكون البت مدة ثلاثة ساعات وبعد كده يخلص الوقت يجي اليوم الثاني ستة أغسطس حيكون في عندنا كمان ثلاثة ساعات وبعد كده تروح بداية البت إن شاء الله أنا حنزلكم الخبر في المنتدى وفي الدسكورد وفي الإسناب وفي الإستجرام اللي بيضيفني عن طريقة التواصل أسفل كل مقطع في عندك رابط مكتوب تواصل مع الصياد ضيفني بالطريقة اللي تعجبك تمام؟ فحاولوا تلحقوا على الموضوع ده وضبطوا أموركم في الموقع علشان أول ما تنزل الجائزة عندك ثلاثة ساعات فقط حاول إنك تزبط الوضع وتسويها طيب الأشخاص اللي عندهم مشكلة في الحسابات حاولوا تشوفوا البت عن طريق هبوط الأساطير والرابط أسفل الفيديو جميع الشرح موجود في أسفل الفيديو طيب قبل ما أختم المقطع في نقطة مهمة بوضح لكم إياها بعض الأحيان إذا أنت شاهدت واستلمت الجائزة تيجي تدخل لعبة فورتنايت ما تحصل الجائزة تمام؟ طف اللعبة وشغيلها ما حصلتها أنتظر لمدة 12 ساعة ما جاتك تعرف إنه في عندك مشكلة فحاول تشوف لك المشكلة إيش هي تمام؟ كذا وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو وأهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة